موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في السطر الأول أبنية المدن شوارعها أسورتها شناشيلها حيطاتها هي ليست مجرد ديكورات إنما هي هوية شعوب إنما هي هوية مدن تحكي تاريخهم وتحكي حركة الشعوب حتى كيف كانت وكيف صارت وكيف حتى تأسست عبر التاريخ أغلب آثار المدن العراقية تعرضت للمحو والإزالة بعضها الآخر تعرض للإهمال حتى هدم تلقائيا أو تحول إلى مذاب إشكالية الآثار العراقية قصة محو التاريخ والتراث مشاهدين الكرام نطرح حولها أسئلة هل هناك صلة بين طراز الأبنية وهوية الشعوب وهل إزالة الآثار العراقية يعد عملا ممنهجا مقصودا وما هي فرص الحفاظ على ما تبقى من آثار عراقية وأبنية تاريخية نبدأ الحوام بعد قبل تزخر العاصمة العراقية بغداد والعديد من مدن العراق بعمارة قديمة فريدة ذات طابع خاص تمثل شاهدا على تاريخ الأقدمين وراصدا لتغيرات كثيرة شهدتها البلاد حكايات وقصص وأساطير تغلغلت بمسامات جدران البيوت والمباني العتيقة وباتت مرآة تعكس تغيرات بغداد والموصل والبصرة وذوق سكانها وتحولاتهم الاجتماعية والفكرية والثقافية أدى استحداث الشوارع ودخول أنظمة جديدة للبناء إلى تحويل معظم هذه البيوت والمباني إلى مجرد ديكورات خصوصا بعد هجرة أهلها إضافة إلى استمرار الإهمال دون عملية منظمة ليعادة بنائها أو ترميمها يهدد باختفاء آثار هذه البيوت ويجعلها جزءا من الماضي خلال سنوات معدودة تتحدث إحصائيات أن عدد البيوت المهدمة والمخربة تجاوز الألف بيت رغم أنها تخضع لقوانين التراث والآثار الذي ينص على توثيقها ويمنع التصرف بها إلا وفق أحكام القانون حيث لا يمكن للمالك التصرف المادي بها أو تخريبها أو تغيير معالمها باعتبارها جزءا من التراث مما دفع بعضا من الملاك أو ورثتهم إلى إحراقها لتكون خارج قانون التراث والآثار ومن ثم بيعها أو تحويلها إلى مجمعات تجارية أو أبنية خاصة وفيما يحتف العالم بتراثه وتاريخه ويحول المنازل القديمة إلى متاحف ومعارض فنية بقيت العمارة البغدادية مهددة في ظل وعود مستمرة لم يلفذ منها إلا ما ندر من جهات حكومية وغير حكومية بالحفاظ على ما تبقى من وجه المدينة الذي يشارف على الاندفار حياكم الله من جديد مشاهدني الكرام مرحب بضيفي هذه الحلقة من السطر الأول الأستاذ الدكتور إحسان فتحي المهندس المعماري والمختص بالآثار العراقية والمباني التاريخية حياك الله دكتور حياك الله سعداء بلقائك شكرا جزيلا على منحنا هذه الفرصة الأستاذ الدكتور إحسان فتحي باكالوريوس هندسة معمارية جامعة كاردف ماجستير تخطيط مدن جامعة شافيلد دكتوراه هندسة معمارية تخص الحفاظ على التراث أيضا من جامعة شافيلد رئاسة أقسام وعمادات كليات عديدة أربعة كتب تتحدث عن الأعمار والتراث 12 بحثا منشورا أيضا تتعلق بالأعمار والمباني التاريخية دكتور لك مقابلات عديدة ومحاضرات كثيرة تتعلق بهوية المدن العراقية وذكرت بأن هناك إجرام يتعرض له العراق والعراق في المرتبة الأولى بإزالة التاريخ كيف بنيت هذا التصور القاسي إلى حديث؟ شكرا على هذا اللقاء قبل كل شيء أود أن أؤكد أن العراق فعلا هو يمكن البلد الأول في تدميره لتراثه وهذا لم يجري الآن فقط يعني منذ فترة طويلة منذ تأسيس العراق كدولة مستقلة لم تهتم الحكومات المتعاقبة بشكل جدي بالحفاظ على هذا الكنز المذهل اللي مثل العراق يعني تعرف حضارة وادي الرافدين آلاف السنين وبعدها بغداد عاصمة الدولة الإسلامية لأكثر من خمسمائة عام ومنجزات كبيرة جدا فيفترض بهذا المركز الحضاري العظيم أن يكون هو البلد الأول في العالم في الحفاظ على تراثه وتطويره وإبرازه للعالم لكن اللي حصل هو تماما على العكس من ذلك تراث العراق هو أنه مرتبط دائما بالدولة العباسية فهل آثار العراق هي في أغلبها مبانيها بغداد تحديدا هي امتداد لآثار الدولة العباسية أم أكو حقبة قبلها ممكن أن بدأت المباني وهوية لا شوف التراث ككلمة هي كلمة عامة تشمل كل ما تركوا الأجداد لنا كل ما يعني كل شيء استطاع أن يصمد حتى هذه اللحظة فطبعا هو النسبة الغالبة راحت اندثرت يعني ما يبقى عادة من الآثار هو نسبة قليلة يعني تقصد هناك آثار قبل الدولة العباسية لكن هناك اللي صامد الآن من الدولة العباسية آثار العراق يعني أكثر من تصل إلى عشر تلاف سنة نعم فالدولة العباسية تتكلم عن القرن الثامن والسابع لماذا صمدت؟ لم تصمد يعني ما تبقى من آثار الدولة العباسية في بغداد تحديدا هي ثمن أبنية فقط أو أجزاء من أبنية من مجموع كم؟ من مجموع مئات الألوف مئات الألوف طبعا يعني بغداد كانت عاصمة العالم فأنت عندك آلاف المباني لمساجد وخانات وأسواق وحمامات وتكايا وكل أنواع الأبنية كلها اختلفت هذه ما تبقى فقط ثمانية وواحد منها شوه مؤخرا فبقا سبعة وحتى هذول السبعة نعددهم دكتور ممكن؟ يعني ممكن المستنصرية طبعا قصر العباسي منارة جامع الخفافين منارة جامع قمرية وقبر زمرة خاتون ومعروف الكرخي معروف الكرخي مؤخرا شوه إلى درجة هائلة فقط بس لولين وهذه المئات الألاث من الآثار من راحة طبعا راحة نفسي شيء بالمدن العراقية الأخرى العراقات العباسية العراق مو بس العراق ترى الدولة العباسية تم انتشرة على يعني مساحة واسعة من العالم الإسلامي أغلبها أزيل بغداد المدورة نفسها اختفت بغداد المدورة اللي هي أصلا أساس الدولة العباسية المنصور أسسها في 762 كلها اختفت لم يبقى أي شيء منها نرجع إلى سؤال جوهري هذا التدمير أو المحو لهذه الآثار والمباني التاريخية حدث عن عمد أم عن جهل لأسباب عديدة واحدة منها أسباب الحروب والدمار نعم فعل الإنسان من تشويه وتجديد ظروف مختلفة يعني تسبب في عدم بقاء هذه الأبنية والأهم من كل ذلك هو عدم وجود الوعي اللي ينطي يعني يقيم هذه الأبنية ويحافظ عليها لا يوجد يعني وعي كافي لا عند السلطات المسؤولة المتعاقبة ولا عند الناس بشكل عام الإنسان يعني الاعتيادي لا يهتم لأنه هو مهتم بأمور أخرى حياتية يعني هو حائر في وجوده في يعني الحصول على لقمة العيش يعني بوابة مغداد اللي جنابك ذكرت يعني قبل ما نبدأ التصوير اللي هي عند وزارة الدفاع يعني جنابك حددت حتى ما كان هوين نعم باب المعظم باب المعظم نعم بالوثائق ليش أزيلت يعني هنا أنا بس أريد أفهم يعني أقصد أحددها هل هي جهل بوابة موجودة ممكن أن والله السبب تافه وغير ضروري يعني هو مجرد هو هذا السؤال أمانة بغداد أو أمانة العاصمة آنذاك أعتقد في السبعة وعشرين أو في نهاية العشرينات قرروا توسيع الشارع الرشيد يعني بدايته من الجهة الشمالية من باب المعظم فأزالوها يعني مجرد لسبب توسيع الشارع كان بسهولة ممكن يزيحوا للشارع شوية وتبقى البوابة هكو نماذج أخرى لمعالم تاريخية أثارية أيضا أزيلت بسبب توسيع جامع مرجان كان شوية يعني بارز على شارع الرشيد لأنه شارع الرشيد أراده يكون يعني بشكل عام مستقيم نعم فجامع مرجان اللي هو يعني مبني 1356 شارع الرشيد بده 1915 بس في 1946 كان أمين العاصمة هو أرشد العمري فأرشد العمري قرر هدم الجامع أنه يسوي شارع مستقيم استقامة شهر الرشيد تخيل كان بإمكانه أن يزحف شهر الرشيد يعمل شوية يعني منحني مثل ما هو موجود فيه كثير من الدول في العالم أنه الشوارع ليس شرط مستقيمة خاصة في المناطق التاريخية أيهم أهم يعني هو جامع مرجان منسبة لي أهم من شارع الرشيد كلها بألف مرة طبعا يعني برات السنين فرق هذا مثال صارخ على جريمة كبرى سوف لن تنسى نفس الشيء جريمة أخرى بوابة الجنوبية اللي يسموها باب الشرقي أيضا هدموها بال37 بدون أي سبب لم تعترض أي شارع ولا أي شيء يعني كان بسهولة يبقوها ضمن باب الشرقي الساحة الكبرى كان ممكن هي تبقى يعني كمعلم جميل جدا ممكن تصير فلكبة لا يعني شون مثلا هنا يعني أمامها مدرسة الراهبات منها عمارة ومنها نصب التحرير ومنها الجهة المقابلة هي باب الشرقي حتى من تقول أنت باب الشرقي تشوف باب الشرقي صح أنه هو وهمي لا يوجد باب اسم أهل بغداد ما يعرفون وين باب الشرقي لا يعني أقصد يقولون الاسم بس بدون أي معرفة أنا أمنيتي أمنيتي بصراحة تكلمنا عن هذا موضوع أنا أقصد عفوا بس مكان البوابة وين الناس مكان البوابة أنا حددت في هذا اشتغلت عليه وحددت هو يعني يقع في على جزء من ساحة التحرير الآن الآن جزء من ساحة التحرير ما كان بالضبط أنا حددت في مقالة على الفيسبوك وأثار جدل كبير وكذا أنا أمنيتي أنه مو بس بغداد يعني كثير من المدن العراقية فقدت معالم مهمة من تاريخه من تراثه من الممكن أن نرجع هذه يعني الموصل مثلا فقدت مئات الأبنية التاريخية العظيمة الآن لازم ترجع كل هذه نفسي شيء بصلا ما ترجع يعني يعني يعاد بناها يعاد بناها كثير من الدول التي تعرضت إلى الحروب مثلا عندك ألمانيا إنجلترا اليابان كثير من الدول الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية دمرت العديد من الأبنية كلها أعيد بناءها رممت واللي هدم كليا أعيد بناءها كليا حجر نفس التصميم نفس المواد نفس التقنيات مثلا نوتردام كنيسة نوتردام اللي احترقت قبل كم سنة يعيدوها بالضبط كما كانت يعني الآن دكتور لو طلب منك أن تعيد مثلا بابة بغداد لباب الشرقي تعيد تقدر نعم عند الخرايط وعند المقاييس وعند الصور يعني توجد حوالي 40 40 باب طل اسم مثلا باب طل اسم عندنا صور ومخططات وكاملة بإمكاننا أن نبنيها بالضبط كما كانت إذن يجي واحد يقول لك أخياني أريد أوسع العاصمة وبالتالي حتى تتوسع العاصمة ينبغي أن أهدم سور بغداد القديم بغداد العباسية هي واحدة هي واحدة من المعاصل الكبرى في العراق هي بدأت البلديات المحلية كلها من هدم السور من الموصل تحديدا ابتداء كل المدن القديمة فيها أسوار ابتداء من الموصل بدأوا يهدمون الأسوار الضخمة التي كانت تحمي المدن قبل من الغزوات فهاي بينما الأسوار العظيمة موجودة في القاهرة في دماجق في مثلا فاس مكناس كلها تزال موجودة ترى أنت تفوت يعني أنت من تبقي السور راح تبقي على المدينة القديمة والأي تطور جديد يصير خارج الأسوار فيصير عندك ثنائية المدينة القديمة والمدينة الحديثة وتفوت من عبر البوابة كأنه أنت عبر الزمن يعني انتقلت عبر الزمن البوابة تمثل حد فاصل تقدر تعيد بناء السور القديم الآن لي بغداد لو طلب منك صعب يعني عملية جبارة غائلة نعم فات الأوان بس أنت بإمكانك تعيد أجزاء من الأسوار ضمن البوابات إذا تعيد البوابات تعيد جزء من الأسوار من الجانب بين بحيث تبين يعني كهذا كم كان ارتفاع سور بغداد لا يزال موجود جزء من السور بغداد في الدفاع حوالي 20 متر موجود منه ارتفاعه كم كان ارتفاعه قد يصل إلى 12 متر يعني مو أخل جبار يعني سور كبير يعني ضخم طبعا بمتانة عرض كم العرض حسب ما ذكر يعني لا يقل عن 5 متار للسماكة وفي أبراج طبعا الأبراج بين كل مسافة مسافة برج نصف دائري أيضا هذا يطيق دعامات يعني هو عمل هائل السور هو أكبر عمل هندسي في تاريخ أي مدينة يعني تاريخ مدينة بغداد لو تأخذ من لو تأسيس مدينة بغداد المدورة نعم أهم وأكثر عمل أملاق عمله الإنسان البغدادي في مدينة بغداد هو السور خليني أسألك عفوا تتكلم عن كم يعني كم قطر مسافة إذا تأخذ كله يعني أعتقد لا يقل عن خمس ست كلمترات طولة نتكلم عن مسافة كبيرة جدا بالنسبة لطرز البناء و أشكال البناء لمدينة بغداد القديمة إلى أي درجة علاقة بهوية الشعب وهوية سكان المدينة التي كانت موجودة بحيث تقول هذا البناء سكان الأقوام الفلانية أو الجماعة الفلانية بحيث من خلال البناء تقدر تميز من الساكن هنا بالعراق لا تقسم كذا يعني مثلا إذا نأخذ عنصر الشناشيل هي موجودة مو فقط في بغداد يعني تصل شمالا إلى حد سامراء وحتى توجد في الموصل الشناشيل يسموها كوشوك بالمناسبة وموجودة في ديالة وموجودة في سامر مثل مقليد موجودة في الحلة وموجودة إلى البصرة هذه الشناشيل لا تستطيع أن تقول أنه الشناشيل بغدادية بحق يعني يعني عنصر عراقي أنا لا أتكلم عن الشناشيل دكتور أتكلم عن هوية الشكل البناء هذا بناء عراقي مصري دمشق موجود الهويات المعمارية هي حصيلة آلاف السنين شمال يميز البناء العراقي عن غيره اولا العراقي ينقسم الى قسمين قسم جري طابوق يعني وقسم حجري فالقسم الشمالي والغربي الى يعني غربي البادية الغربية الى نزولا الى حوالي كربلة والخيضر مثلا حجر وليس طابوق بينما الجزء اللي هو الطيني خلي نقول من البصرة شمالا الى الموصل هذا الابنية كلها اجرية طابوق فالطابوق هو من اختراع الانسان يعني السومري فهي واحد من اعظم الاختراعات اللي انجزها الانسان على مستوى العمارة ونشوء فكرة البناء يعني من الطين انت تصنع مادة تقاوم مئات السنين فيعني الهوية المحلية هي نتيجة تفاعلات طويلة جدا قد تصل الى مئات السنين بالالاف السنين حصيلة تفاعل الانسان مع البيئة مع المواد المتوفرة محليا دائما يعني ما يضطر الانسان يجيب مواد من مسافات بعيدة الا ما ندر يعني انت تستغرب انه الاصرار هذا الاصرار العراقي على فكرة الشناشيل والارسي هو خشب واغلب الخشب مستورد يعني يجيبوه من الهند ومن مناطق نائية قلت لي قبل التصوير انه ما ممكن ان يجي نجار الان يسوي شناشيل لا صعب صعب جدا صعب فالمهارة هذه هي حصيلة تراكم يعني الصنعة مهارة بالصنعة الها علاقة بالبيئة الها علاقة بالسلوك الها علاقة بفكر الانسان طبعا العمارة هي نتيجة تفاعلات متعددة قسم منها مادي وقسم منها روحي نعم يعني هو مثلا قيم الجمالية المعتقدات الدينية فالبيئة تطيق المواد المعينة اكثر مبنى حزنة عليا لما هدم الدكتور في بغداد والله صعب الاجابة لأنه كثيرا كلها الابنية بالنسبة لي لكن قصر يعني تعتقد مثلا احدى محاضراتك تحدثت عن قصر الزهور على سبيل المثال وطلبت بتعويضات سبيلات المتحدة بسبب قصر قصر الزهور هو مكان مدني وتعمد الامريكان بتدميره قصف مرتيان مرتيان من الواحد نسعين بل في وثلاثة ويعني خلص مسعومته كامل بينما هو يعني ويمثل تسيس الحكم الملكي العراقي وقصر جميل متواضع يعني اذا ما قررنا بالقصر الاخرى بس هو جزء من تراثنا فلماذا يعني يعني ليش كل حكومات سكتة يعني ما سمعت اي مسؤول عراقي يطالب باعادة منها قصر الزهور نعم ايدت فكرة يعني يعني وحدة من حرصك و ويمانك بضرورة ان يعادح يا التراث مثلا منارة جامع النوري التي دمرت بسبب الاهاب ونسفة يعني كنت تعتقد بانه ضرورة ان يعادتنا لانهوية مدينة طبعا طبعا مو بس هي الجامع نفسها ومئات يعني عندك مئات المراقد والجوامع اللي دمره كلها يجب ان تعاد بس احنا نريدها تعاد كما كانت مو مثل اللي يحصل الان يعني في الموصل مع الاسف هناك ادت محاولات من قبل مهندسين محليين لا اريد ذكر اسمها بس الكل يعرفهم اعادوا بناء هذه الجوامع او بعض هذه الجوامع بشكل مختلف تماما مشواما بمواد اخرى بتفاصيل اخرى يعني جلابك تعيد تأهيل هذه المساجد بنفس المواد حتى نفس المواد طبعا يعني انت ذا عندك بناية من من رخام وحجر تبنيها من بلوك من حديد و الى الميوم كارثة يعني كله كونكريت مسلح و كله حديد يعني لا يجوز هذا وحتى الشكل يختلف نعم وهذا لا يجوز يعني شيء يعني محزن تماما كان لك ما يحصل في الموصل نعم كان لك موقف من حدم الجامع السراجي في البصرة هذا اخر مثال آخر جريمة وآخر جريمة والمحافظ محافظ بصرة يتحمل تاريخيا وشخصيا قراره بهدم هذا الجامع التاريخي وكان بامكانه ايجاد حلول اخرى يعني التسحيف الشارع مثلا واني الاستغربة بالليل يعني بلدوزرات تدمر وتجرف هذا وهو يبتسم مع الصحفيين ما هذا ما هذا يعني شيء عجيب لو طلب من الدكتور احسان ان يجد حل لهذه المنارة شون راح تسوي حل بسيط زحف الشارع الشارع يزحف واذا ازالت المنارة التاريخية هذه ضرورة ما هو السلوك في وسائل اخرى في تسحيف الابنية تقدر البناء المنارة كلها زحفة عشر متار خفز متار يعني مؤخرا في تركيا زحفوا حمام زحفوا مسجد بطرق تقنية اصبحت روتينية الان هل بالامكان تقطيع المنارة تراثي بالامكان ايضا تقطيع المنارة الى 6-7 قطع واعادة بناءها مثل ما تم ذلك في منارة تعانى في سنة الخمسة واثمانين في منتصف حضرتك يمكن قمت بي انا كنت متابعها تابعتها كليا يعني هاي مسألة تقطيع المنارة قطعوها الى حوالي 16 قطع وكذا ونقلوها وعيد بناء يعني ما هدموها يعني زين اشلون تفهم الهدم بالبلدوزرات وبالليل استخفاف رهيب لا مثيلة لقو حتى ارجع لسؤال هل هدم الاثار متعمد ام غير متعمد اصلا القانون الاثار العراقي يعاقب كل من يشوه او يدمر اي اثر عراقي القانون العراقي قانون الاثار الحالي يعتبر هذه جريمة وهذا محافظ البصرة يتحمل كل المسؤولية هو مستشاري وكل من وقع ويعني شارك في هذه العملية التخريبية نعم دكتور ايضا لك ملاحظات على طرفين في مؤسسات الدولة بانها لم تراعي يعني مكانت وحرمت اثار العراقي نعم دائرة الاوقاف نعم ومنصب امانة الحاصمة نعم لماذا يعني تعتقد بان دائرة الاوقاف هي تتحمل جزء كبير من سلامة هذه الاثار ومكانتها لسبب بسيط هم دائرة الاوقاف كانت طبعا سابقا وزارة الاوقاف نعم وزارة الاوقاف في فترة طويلة نعم هي المسؤول الاول المباشر على جميع المساجد والتكايا والأضرحة الدينية في العراق وأي وقفية أنت تتكلم عن مئات بل ألوف الممتلكات الوقفية الوقفية أسواق وحمامات كلها وقفية أراضي نعم فهي أولا أكبر مالك في العراق أكبر مالك عقاري تاريخي في العراق فهي مسؤولية جبارة لكن مع كل الأسف كل من أسسوها الوقاف إلى حد هذه اللحظة سأتعس صار وقف سني وقف شيعي وقف مسيحي يعني منتهي السخف والاستخفاف لم تستطع يعني إنشاء أو تكوين دائرة متخصصة بالترميم لأنه أنت يعني كمؤسسة مسؤولة على مئات بالآلاف المباني التاريخية لازم يكون عندك جهاز فني وبي متخصصين وبي مهندسين وبي أمال مهرة وبي ناس متخصصين بالزخارف الإسلامية وكذا يعني دائرة جبارة تكون هي المسؤولة على إدامة هذه الجوامع مو مثل ما صار اللي صار هو هدم الجامع التاريخي لأنه عتق وتهرأ وآلة للسقوط حسب تعبيرهم يهدوا كله يبنون بناء جديد من الكونكريت ومعالم تختلف كليا عن النموذج الأصلي أهم يعني آخر مسجد أثري تاريخي أسيء الترميمة أو مهمل يعني بشكل مطلق وكأنه ليس له أي قيمة تاريخية كثير والله أمتلا كثير بس في بغداد مثلا هناك العديد يعني آخر مثل تخريبي مذهل هو جامع معروف الكرخي جامع ومرقد معروف الكرخي اللي هو يعود إلى الفترة العباسية يعني في التسعينات تم هدمه وععادة بناءه بشكل تافح يعني يختلف كليا وأصبحت المأذنة داخل المصلة أنت شايف جامع من تصلي هي المأذنة بداخل المصلة يعني خرافة يعني حل خرافي يدعو إلى السخير بصراحة وهذا مثال صارخ عندك أمثلة كثيرة من جامع مثلا حسين حسين باشا في الحيدرخانة مهمل صالميات السنين كثير كمساجد صارت مزابل دون أن يلتف جامع مرجان الآن مزبلة لماذا لماذا يعني ليش الأوقاف ما عندها يعني إمكانية مادية وهل تعجز الأوقاف الآن جيبوا خبراء يا أخي جيبوا خبراء من تركيا من إيران من أي دولة بس جيبوا خبراء يحلوا لكم المشكلة يعني أنت أنت سامع بقضية الفساد الإداري وكذا شيء يعني مقرف أستاذنك بفاصل دكتور لو سمحت مشاهدين كرام نعود إليكم بعد قليل رجوع تبقى معكم أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام وأرحم مرة أخرى بالأستاذ الدكتور إحسان فتحي مرحبا بك دكتور أحياك الله فقط يعني أصحح بأن هناك 80 بحث و 12 كتاب وليس فقط 4 كتاب طبعا عذرة يعني وشكرا جنابك لأنه هذه حقيقة يعني أمانة علمية تحتاج إلى تدقيق ف80 بحث و 12 كتاب كلها تتعلق بمسألة التوثيق دكتور فهل يعني كانت لك يعني دور في مسألة التوثيق الآثار العراقية ليس فقط في بغداد وأنه بحثي مو كلها التوثيق التوثيق بالحقيقة كان جزء مهم جدا من دراسة بالدكتوراه اللي كانت حول مدينة بغداد الجامعة الشفير والحفاظ عليها بين 75 و 88 فهذا كان يطلب مني أن أعمل دراسات ميدانية يعني كنت أخرج يعني من السابعة صباحا وأرجع سابعة مساء ما خليت يعني منطقة دربون دربون فعلا درب درب وبيت بيت وصار عندي خزين يعني كبير جدا ومفصل عن تراث مدينة بغداد في ذلك الزمن 75 يعني تتكلم ونفس الشي يعني بديت بالحقيقة أوثق التراث العراقي بصور وملاحظات وقياسات بديت يعني مثلا من مدينة الموصل سنة الأول مرة رحت لها سنة 79 بديت فاستمرت إلى حد الواحد تسعين يعني حوالي عشر سنة أنا أصور وأوثق جميع المدن التاريخية في العراق من زاخو إلى الفاو ما خليت مدينة مزرتها كذا مرة وصورتها صورت الجوامع والكنائس والخانات والحمامات والأسواق وكل شيء والبيوت طبعا ونزلت سراديبها وصعدة بالسطوح فعندي كنز كبير جدا من التراث العراقي اللي بدون ما أقدر أتكلماني أنا أتكلم عن معرفة حقيقية يعني ميدانية يعني في ناس يتكلمون بشكل نظري أنا لا أنا أعرف كل بقياسات بدراسات ومسوحات ميدانية موقعية مع تصوير طبعا اللي يفادني هذه هي القاعدة المعلوماتية اللي أنا أستند عليها أهم كتابة أهم كتاب عفوان دكتور في هذا الموضوع يعني يعني تعتقد أنه لازم يكون بقياسة يعني لا أنا هسا شو أنا أول كتاب طلع عن بيوت البغدادية سنة 1982 مع زميلي البريطاني المهندس توفى الله رحمه بس عندي كتب أخرى عن مدينة بغداد عندي كتاب عن العراق تراث العراق كله عندي كتاب باللغتين الإنجليزية والعربية عن حضارة العراق وعندي كتب أخرى بس الآن سأكمل كتاب عن مدينة راوة القديمة كيف كانت يعني مدينة تراثية وكيف أغرقت سنت يعني من 1986 للتسحين وعندي كتاب هو أعتبره أهم كتاب في حياتي راح يكون اللي هو مسح كامل وجرد شامل لكل تراث العراق يعني كتاب عملاق بصراحة به أكثر من ألف موقع هذا أمتى يصدر؟ هذا هو شبخ كامل بس أريد أكمل هاي الكتب اللي عندي حاليا إن شاء الله يعني خلال السنة القادمة يكون فهذا راح يكون هو يعني خلي نقول المرجع الأساسي لكل تراث العراق هذا يعني إن شاء الله من يصدر أخذ نسخة ونلتقي أنا وياك في ذلك الوقت دكتور بكل سرور شاء الله أريد أرجع إلى فكرة الهوية يعني فقط يعني قبل ما أنتقلي إلى الحاضر نعم فيما يتعلق بالأضرحة والمراقد الدينية نعم يمكن هي أيضا جزء من تاريخ طبعا المدن التاريخية مهم جدا نعم إلى أي درجة أيضا تعرضت للتشويه جدا تعرضت للتغيير جدا يعني ما عادت هي الهوية الضريح موجودة الآن كما كانت سابقا الأضرحة والاعتبات المقدسة في العراق هي جزء مهم جدا من تاريخ العراق وتراثة وتعتبر من أهم وأبرز لأنه مو بس هي مهمة تاريخيا ودينيا بس هي تستقطب ملايين الزوار من العراق ومن الخارج مصدر دخل قومي طبعا طبعا مهم جدا فالمفروض يجب أن لا تتغير لأنه هي معالم أصيلة يعني يعني المفروض تبقى كما كانت يعني مثل ما يحصل بالعالم يعني مثل الكنائس التاريخية هل ممكن تغير حجر واحد بها؟ ممنوع وإذا تريد ترممها فترممها مثل ما هي ما تغير طبعا فاللي صار مؤخرا وقبل فترة أيضا تم توسعة يعني توسعة هائلة وتغيرات غير صحيحة وخاطئة لكثير من المعالم ويقول لك الزوار زادوا وإذا زادوا يعني ما يصير أنت السلفاتيكان أيضا بزوار بس ما يغيرون به نهائيا أنت هناك حلول أخرى التوسعات لازم يصير بتأني ومو على حساب إزالة النسيج التراثي اللي صار في العراق المرقد يعني مثلا عندك عتبة مقدسة أو روضة خلي نقول مثل مصر كربلا نجف اهتمي جنابك بك كاظمية كثيرة الكاظمية سامرة نفس الشيء هذه التوسعة صارت على حساب إزالة النسيج التراثي اللي كان محيط بها بس شنو معنى النسيج التراثي الآن يعني البيوت والأبنية التاريخية المحيطة اللي كانت ملاصقة ملاصقة يعني إلى سور البرقة نعم ملاصقة تماما فأنت قبل التخطيط كان أنت تجي من خلال سوق أو مسار معين ثم تدخل من خلال بوابة خلي نقول بوابة القبلة ثم رأسا تشعر ب انفجار الفضاء يعني مكان واسع مكان واسع يعني الصحن واسع ترى القباب والمنائر شي ملثل يعني في النشوة يعني روحية عظيمة هذا اختفى الآن لأنه سقفوها وصارت كل غير غير غلد لا تشوف القباب ولا تشوف الماذن ولا تشوف أي شيء يعني صار صارت ديكورات يعني كلها جديدة وزخارف ما لعلاقة هذا هذا حسب مفاهيمي وحسب مفاهيم العالم طبعا في سمراء راحت أبعد من ذلك يعني أكو تغيير لهوية المغيين تغيير وإزالة إزالة إزالة تغيير أسامي جوامر نعم نعم هذا لا يجوز ومدارس دينية هذا لا يجوز لا يجوز إدخال يعني أي يعني جانب طائفي أو يعني فئة معينة تحاول أن تغير من مثلا معالم فئات أخرى هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن التراث هو ملك كل العراق نعم يعني بما في ذلك كردستان العراق يعني ما يحصل في كردستان العراق هو يهمنا إحنا أيضا يعني يجب أن لا يتصرفوا هم بشكل مختلف ومستقل عن تراث العراق يعني أنا أربيلة تهمني سليمانية تهمني إذا يصير أي تشويه في دهوك في عقرة يهمني يعني جزء من العراق هذا وحتى حسب الدستور العراقي فدراليا التراث في كل العراق بما في ذلك منطقة كردستان العراق هي خاضعة إلى الدستور الفدرالي يعني نعم التحكم الفدرالي لديك مقالة دكتور أعتقد أو ربما مقولة لست متأكداً لكن كتبت يعني هيدلاينز نعم ربما توصيت وهي أوقف المجازر بحق بساتين بغداد نعم 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 صحيح حقيقة يعني عبارة لفتت نظري بأوقف المجازر يعني استقدام مصطلح المجازر بحق بساتين بغداد يعني قصة وكأنك تعتبر البساتين مثل الأماكن التراثية التاريخية بذات الأهمية انظر ماذا حصل لمدينة بغداد يعني انت لو تأخذ أي صورة في الأقمار الصناعية قبل خمسين سنة قبل أربعين سنة راح تشوف المناطق الخضراء تشكل مساحة هائلة من بغداد وما حول البغداد الآن شوف انت تقلصت هذه المساحة بشكل مذهل على حساب التوسع السكاني وتحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية وتجريف البساتين مثل ما حصل بالدورة وبالراجدية وبالكاظمية أصلا شمال بغداد أغلبين بساتين قصص هذا صارة بنية هذا لا يجوز يا أخي أليس هذه مجازر طبعا مجازر تبرى مجازر لأنه أثرت على البيئة المحلية بغداد صارت مدينة لا تطاب يعني أنت من تسمع خمسين وواحد وخمسين درجة الحرارة يعني واحد من الأسباب هو التجريف ما يسمى بالمناطق الخضراء أو الحزام الأخضر وينه لا يوجد فهذه هذه مسألة حيوية جدا ويجب انتباه إلها بالنسبة للمستقبل أيضا دكتور حول قضية بغداد والقضية العمرانية والخدمية نعم تصنف بغداد بأنها المدينة الفاشلة يعني من الناحية الخدمية والعمرانية من ناحية الطرق ومسألة خدمات التنقل ما بين صحيح هذا الوصف أيضا في نوع من القسوة لكن بالمقابل حابين نفهم ليش بغداد فاشلة من قضية التنقل والحلول اللازمة أنا قبل سنة قبل سنة تقريبا كتبت مقال هل بغداد على حافة الفشل كمدينة نعم وأخذ أصداء واسعة ونقاشات وكذا والأغلب أغلب الناس أيدوني يعني على الحافة يعني من المصطلح هذا المصطلح هو انجليزي اسمه المدينة تصنف فاشلة أن لم تستطع الإدارة المسؤولة على المدينة اللي هي البلديات والأمانة يعني أن لم تستطع أن تحل مشاكل الأساسية لهذه المدينة شون المشاكل الأساسية في أي مدينة النقل السكن البيئة توفير الطاقة الماء إلى آخر يعني هذي خدمات خدمات اجتماعية مهمة خدمات كل ما يتعلق بحياتنا إنه الإنسان يجب أن يعيش بشكل آمن مريح ويكون يشعر بسعادة معينة يعني ينتمي لهذه المدينة الجميلة اللي حصل تماما على عكس ذلك طاقة فيل يعني في فشل في في إدارة ملف الطاقة توزيع الكهرباء والآخرين الماء نفس المشكلة النقل فشل ذريع يعني شنو الحل يعني هالمعقولة بغداد تصير كلها تيك توك من ذول السيارات يعني يعني هذا فشل ترى يعني المفروض بغداد بيها منظومة سريعة للتنقل عبر قطار سريع يعني مونوريال يسموه قطار يعني مو مترو لا مو مترو مو تحت الأرض فوق الأرض يعني هو مثل ما سوت دبي مثل ما سوت المدينة تعتقد بأن المعلق بناء أسهل من الحفر أسهل وأسرع وأرخص كثيرا وممكن يعني خلال سنتين ثلاثة يسووا النظام متكامل حول مدينة يعني حول المركز طبعا وتستطيع أن تتنقل بسرعة من مثلا من الكاظمية إلى باب الشجي خلال دقائق وهذا المفروض يعني المفروض المواطن يستطيع أن ينتقل من مكان سكنه إلى عمله خلال دقائق يعني أقصى شيء ربع ساعة ثلاث ساعة موضل ساعتين هو بالسيارة مخنوح واختناقات مرورية مدمرة مدمرة للعصاب أصلا يعني حالة نفسية يعني تأثر فيجب حال هذا يعني الحكومات المتعاقبة اللي جاءت بعد الألفين وثلاثة لم تستطع التعامل مع مدينة بغداد بشكل صحيح فشل ذريع يعني نعم فهو الحل تقصد بكطاب معلومة واحد من الحلول هو النقل الإسكان عندك مشكلة الإسكان وين الإسكان وين الناس الناس ملاقين أسعار أسعار المباني والأراضي أغلى أسعار في العالم صارت يعني هذا غير معقول وغير منطقي لماذا؟ يعني هناك ملفات متعددة عديدة البيئة نهر دجلة نهر دجلة مهمة كليا التراث البغدادية وينه؟ ملف التراث يعني فضيع وهناك يعني العديد من الجوانب الأساسية في مدينة بغداد والمدن العراقية الأخرى لم تستطع الإدارات حتى الآن بالتعامل معها بشكل جيد أبداً تستخدم في محاضراتك دكتور في نقد البناء والتحول الأمراني في بغداد تستخدم مصطلح خط السماء سكاي لين أي خط السماء نعم يعني تعرفه في محاضراتك معيار في الحفاظ على هوية المدينة صحيح يعني شوف المدن القديمة كانت بالنسبة للمدن الإسلامية كانت أفقياً يعني أغلب شي طابقين نعم وأقصى شي ثلاث طوابق وتتخلى لها المآذن المآذن هي تكون معالم واضحة جداً ومهيمنة على خط السماء يعني أنت تشوف مدينة إسلامية يعني في الأفق تقصل في الأفق تشوف خط أفقي بس تشوف المآذن مخترقة وطالعة والبنايات مو أكثر من طابقين ثلاثة يعني لا يسمح أصلاً أنه واحد يعني أنت شايف بيت يبني ثلاث طوابق وكل دار ما داره هو طابقين ما مسموح اجتماعياً مرفوح باعتبار الصل الشرفية نعم فالمدن المدن الإسلامية بها عراف وتقاليد فأنت ما يصير التتيجية ما حصل في بغداد يعني أيضاً جريمك شارع حيفا ونموذجاً شارع حيفا جديد بس أنت أخذ البداية وبالشارع البنوق شارع السموئل ومنطقة البنوق يعني باب لغة اللي هي قلب التراث العراقي في بغداد قلب التراث البغدادي هو منطقة الشورجة وباب لغة والمستنصرية والمنا عندك السراي والقشلة أنت ما تجي هنا تبني عمارات بنق الرافدين في قلب بغداد التراثي تبني عمارة 20 طابق و30 طابق هذا لا يجوز هذا مو بس تشويه تدمير لخط السماء كان المفروض وين خارج السور باب الشرجي وباتجاه السعدون تسمح للعمارات روح ابني قد ما تريد روح ابني يعني إحنا مو ضد البناء العالي خلي بنون بابنية عالية خارج بغداد التاريخية وخارج المدن العراقية الأخرى التاريخية حسنا مثلاً في النجف حاصروها وكربلة أيضاً حسرت من عمارات وفنادق شوهت المدينة القديمة تماماً يعني أنت لا تشوف مدى تشوف بعد الجامع الإمام علي يعني ما تشوفها بعد كلها محاط بعمارات وتورز تورات يعني توراتي طبع فنادق أي أدري فنادق يعني ما هو لها ابعدها شوية عن الجامع تبعدها تسوي خط يسمو بافر زون منطقة عازلة كذا كيلومتر بعدين تسمح للفنادق خلي يعني الفندق وإذا الفندق يعني صار مثلاً ثلاث أربع كلمترات بعيد ويجي الزائر يركب سيارة تريد اقتصادي أنفع يا أخي هذا لا يجوز اللي حصل تشويه لمدن التاريخية في العراق هذا ما أقصد بسكايلان اللي هو خط السماء نعم يعني وبالتالي يعني اليوم حتى يعني لو أنيطة أنيطة المهمة بحضرتك تهدم كل هذا ما أسمحها ترجع ترجع خط السماء ترجع له فق يعني المفروض هو صعب بس في اسطنبول في بعض الأحيان هدموا التوارات هدموا أبراج في سبيل إعادة خط السماء أنا أتذكر كل يزيان مثلا سامرة من كل نروح لها يعني على بعد 20 كم ترى تشوف المعاذن والقبة الذهبية نفسي شيء النجف على بعد 30 كم بالسيارة 20 كم ماذا يبرز لك لأول أول شيء تشوف المعاذن والقبة منظر رائع يعني عظيم تقول وصلت تقول وصلت والمهيمن لأنه سبب وجود النجف هو المرقة والضريح تمام له لا يعني كل شيء الآخر هو ثانوي لسبب وجود المدينة خاصة يعني المدن في العراق كربلا نفسي شيء يعني بنيت حول المراقب نعم نعم يعني الكاظمية والعظمية نفسي شيء نعم نصر فأنت الكاظمية كانت تشوف كلها النخيل والأبنية كلها طابتين والمآذن بينما تشوف المآذن كل واحدة 40 متر والقبة وهي المهيمنة هي الأساس وجود هذه المدينة فأنت من تجي تسمح أن تخنق هذا القلب تخنق بأبراج يعني فنادق سخيفة يعني هذا لا يجوز يعني طيب الملوية ما ما تكلمنا عنها يعني على عجالة إلى درجة إلى أي درجة عفوا هي أيضا مهددة كمعلم تاريخي تراثي لا أعتقد إلى قيمة يعني أنا سمعنا يعني سمعت أنا هم سمعنا يعني أصور أصوات نشاز وليس لها أي حقيقة يعني طبعا أيضا دكتور هناك خطة خطة لتخطيج جديد لبغداد في عام 2030 هل اطلعت على هذه المخططات من هي الجهة المنفذة إلى أي درجة هذه المخططات تتناسب من وجهة نظرك كمختص ومهتم وخبير في قضايا التراث والحفاظ على هوية البغداد تحديدا قابلة للتطبيق شو رأيك بها والله يعني معرف هو كيف يعني أنيط أنيطت مهمة يعني إعداد تصميم أساسي أو تصميم من ماء شامل بغداد 2030 إلى مكتب الخطيب العالمي في دبي يعني لماذا لماذا المكتب هل أعلنت مسابقة وحصل عليها هذا خليه على جانب بس هو المكتب يعني عد دراسات خلت اسمعت خبراء فلسطينيين نعم بس هو عد دراسات وعنده فرق مسحية وكذا وعدت الدراسة لم تعلن يعني لم تعلن بشكل مفصل على الملع بس أنا حصلت على بعض الخلاصات أكو مستر بلان لها نعم 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 وعد وأنجز من قبل كذا سنة يعني قبل خمس ست سنوات أنجز وقدم للأمانة لكن لم لم ترد الأمانة يعني الأمانة لم لم تستجب لهذا المشروع نعم ولم تتم يعني هذا لازم يناقش بشكل تفصيلي من هو رح يوافق عليه هو مو قرار يعني سياسي هذا قرار تقني يعني تقني هندسي نعم لازم لازم تعقد مؤتمرات ولجان تدرس جوانب من هذا لأنه سيقرر مصير بغداد من 20-30 يعني قريب ترى نحن 6-23 طبعا سبع سنوات يعني هو تقريبا صار آتو بديت مثل ما يقولون قبل ما يوافق عليه أنت المفروض تتكلم عن 2050 كم عادة مثل هذه المشاريع كم تأخذ وقت يعني من الابروف إلى الانتهاء يعني إلى الديدلاين يعني التصميم الأساسي لأي مدينة إذا كانت كبيرة قد يأخذ عدة سنوات ثلاث سنوات مثلا لإعداده ثلاث سنوات أربع سنوات يعتمد على توفر المعلومات والمسوحات الميدانية والقواعد المعلومات لأنه القواعد العصائية تعرف هالسيصار عندنا وسائل عظيمة كلها رقمية تحتت أعداد سكان ما عندك حتى تقدر جي اي اس و جي بي اس وصار أقماط صناعية تنطيك تفاصيل مذهلة على المدينة يعني نعم فأنت الآن عندك وسائل تخليك تسرع بعملية الإنجاز لكن هو تصور يعني أنت قد تعطي أوبشنز يعني تعطي خيار أول خيار ثاني خيار ثالث لمستقبل المدينة هل المدينة يعني أي اتجاه وكم هل مطار بغداد تشيلة تخليه تنقله إلى مكان آخر أم لا ماذا تعمل النهر دجلة ماذا تعمل بالمناطق التاريخية ماذا سيحصل للمناطق الخضراء مراطق كبيرة مثل معسكر الرشيد حزام الأخضر حول العاصمة وينها وينها نعم كلها قرارات خطيرة جدا يعني الأجيال القادمة رح تكون هي الضحية إذا ما أخذنا من الآن الاحتياطات والاستعدادات وكذا بس من هو الذي في موقع مؤهل أن يتخذ قرارات أنه توافق أو لا يعني الاستشاري ينطيك احتمالات قد يكون خاطئ الاستشاري يعني من يقول من يفترض أنه الاستشاري صحيح وليش هذا اللي أخذ أن أسأل لماذا شركة إماراتية تقدم ما يهم شركة لازم العراقين طبعا يشاركون يعني هي أمات العاصمة من هذا وين سوت مؤتمر تحتاج إلى مؤتمر مؤتمرات ندوات عالمية تجيب متخصصين في كثير من العراقين عايشين بره يعني الآن مهاجرين ومهجرين وذول عندهم خبرة مذهلة ذول ممكن الاستفادة منهم طبعا هل يوجد مجلس تخطيطي لأمانة بغداد هل عندهم كادر مؤهل للتعامل مع مدينة معقدة مثل مدينة بغداد يعني كلها تساؤلات هذه يعني حتى الآن البوادر غير مشجعة يعني أنا هس يعني وأنت جنابك جاي تكلم طبعا مع الأسف بقتلي دقيقة لكن ذكرت ساحة كهرمانة نعم صايرة بواري على ذكرت المدرسة المستنصرية أكوف لقطة بأن هناك مسوين احتفالات وجايبين جداري يعني هذا بس أريد جواب وافي ما أريد أتحدث في نظرية المؤامرة لكن هل تدمير بغداد وآثارها ومعالمها هذا إهمال جهل أم هناك تقصد واستهداف تاريخي للمدينة يمكن كلهم يعني يمكن ينطبق يعني هناك أسباب عديدة ومعقدة منصعهم القول أن كل ما جرى هو بسبب متعمل قسم من ما جرى هو جهل كامل بتراث مدينة بغداء قسم منه هو متعمل قسم منه هو أخطاء بالترميم قسم منه يعني قد يكون لأسباب جشع استثماري وهكذا فالقضية معقدة بس دكتور يعني كل وحدة من هذه إجراءات ردعها وإيقافها تخترف يعني بس اللي حكومة منه قانون هناك قانون بس القانون ما لقيمها يعني بالعراق القانون غير محترم يعني مع الأسف القانون مجرد حبر على وراء من يطبق القانون يعني هناك استخفاف لا بالقانون ولا يعني الدولة ليس لها وجود حقيقي فاعل للسيطرة على ما يجري في الأرض وإذا بالمدن العراقية الأخرى نفس الموضوع الأمر موسف تماما مع الأسف شكرا جزيلا دكتور سعداء بلقاءك وأشكرك مرة أخرى على وقتك وعلى حضورك معنا في السطر الأول في اليو تيبي شكرا جزيلا دكتور ويعني أكيد لنا موعد آخر مع صدور كتابك إن شاء الله شكرا جزيلا لحياتي شكرا الكرام نشكر لكم طيبة المتابعة شكرا جزيلا